كولر، أنا بشوف أن الكلام اللي حقيقة قلته ده بينطبق على كولر لأنه في النهاية أنا شفت حسين الشحيات ما قبل وما بعد كولر مع اختلاف الضغوط في المجمع البقى القطاع الناشئين هيشتغل بدون ضغوط، هيشتغل ويطلع لكن كولر جيه في فترة كولر بقى له تقريباً تسعة شهور، ما عرفش الإعداد سبتم بلغت الوقت تسعة تقريباً جيه في فترة الدنيا مش ضلمة في الفرقة ضلمة في عملية التنظيم ضلمة في أنه عنده مجموعة لعيبة النادي الأهلي خد قرار وهو أعظم قرار بإراحة اللعيبة ده كان أعظم قرار عشان يجي كولر يستلم لعيبة ريحت ويشتغل معها أسبوعين تقريباً هو اشتغل أسبوعين عنده ضغط حاجات كتيرة لعيبة كتير ما بين صغارين كانوا مكملين الدوري ما بين لعيبة في الإعارة ما بين تيم خسران دوري وكاس فهو المفروض أنه جاي يصلح ده كله كل ده بحتاج وقت ما فيش فرقة كرة ما بتحتاجش وقت لكن التجاوب اللي كان موجود من مجلس الإدارة ومن اللعيبة تحديداً في أفكار كولر واحدة بواحدة الرجل يعني حصل تجانس وحصل انسجام في الأفكار أولاً ثم في التنفيذ الثانية كل ده وأنت ماشي لازم بتحصل عقبات طبعاً أنت مش لأنه واحدة واحدة الأفكار دي مش سهلة يعني أنه يزبط البسيطة بشكل سهل يمكن دي ما حصلتش هادي ولا حاك تقصد عقبات طبعاً بعيداً عن البطولات يعني بعيداً عن البطولات وبعدين هو دخل دخل مضغوط بقى أنت مطلوب منك تقدل كل كل الماء كل السيئات أو المساوئ اللي حصلت في الموسم اللي فات صحيح وكل دي بتشمل حاجات كتيرة جداً بتشمل لعيبة بتشمل جمهور ضغط عليك بتشمل لا هاتو عايزين راس حربة لا عايزين سفدباك لا عايزين بكراك كل ده ضغط ضغط على النادي وعلى المجلس إدارة وعلى اللعيبة نفسها وعلى كولر فهو تعمل بقى ده وعارف لما تبقى الدنيا العملية مشبكة بشكل كبير جداً واحدة واحدة بعد ادخال أفكاره والناس اللعيبة خدت ما خدتش وقت عشان كاي بقولك تجاوب اللعيبة ده مهمة جداً ما خدوش وقت في إنهم يعوضوا في دماغهم إنهم يعوضوا ما خدوش وقت إنهم يفهموا الراجل فدخل في ده وعمل حاجات مبهرة جداً في تسع شهور أربع بطولات ومن منافسين كبار فعايز أقولك طبعاً ختمها بحاجة هو نفسه في حالة انبهار بالبطولة دي بالبطولة دي تحديدة بطولة الفراخية فكولر عنده مميزات إنه هادي وهو مش هادي يعني هو هادي هادي في طرشك آه طبعاً لكن لو تشوف ردوده مثلاً ساعة ما تقلو هو أنت ليه ما مدتش شارط الكابتن لعلي معلول أو ما لعبتوش ليه تعريباً لا لا مدتوش الشارط ويعني ما ياخدها علي وش فطبعاً تشوف رده كان عامل إزاي رد يعني كرباك أنت واخد بالك الرد بتاعه كان صعب أنا بوز النادي وقواعد النادي أنا بوز التيم والتفكير في الماتشات اللي أنا لازم أكسبها علشان أجامل أو أعمل لا أنا هنمشي على القاعد يعني هو هادي يبان إنه هادي مش من مدربين اللي بتزعق على الخط على اللعبة فيه مدربين توقع تزعق وتروح هو لا بيتعامل بشكل هي بتبقى مختلفة من مدرب لمدرب هو يبان هادي في التعامل مع اللعبة في قط اللبس هو مش هادي هو بياخد قرارات وبياخد قرارات في وقتها وبينفذ وعشان كده هو سيطر على قط اللبس سيطر على أقول اللعبة واللعبة خلاص بقت الأمور أنت تبعد عارف ترجع إزاي أنت بعيد حط السيسم ده وابتدى التفاهم وربنا مع توفيق ربنا والاستقرار اللي عام له مجلس الإدارة بشكل كبير جدا الأمور مشت والمكسب بقى بيبين الحاجات دي كلها خب بالك المكسب بيبين الحاجات دي كلها خب بالك العملية الإحلال اللي بيتدخل والتجديد أو أنك تدخل عناصر جديدة خصوصا عناصر اللي دخلت في يناير كانت مهمة جدا فيه اتفاق ما بين مجلس الإدارة وما بين كولر على مثلا مروان وخالد وقندوسي دخلوا وعملوا الفارق بشكل كبير جدا ما دي من ضمن الحاجات الميزة اللي هو دفها كولر والميزة اللي عند مجلس الإدارة النادي الأهلي إنه وفر ده وبسرعة جدا وشفنا الفارق ده موجود في التيم يبقى هنا الاختيارات صح والتنفيذ صح فالأمور وصلت إنك كل ده بيترجم بالبطولة الحاجات دي كنت ترجمتها كل الشغل يعني يا اسلام يعني إيه تخرق بيئة للنجاح خل البيئة للنجاح أهم من أي حاجة هو دي أول ما تيجي تشتغل تقول إحنا عايزين نعمل بيئة نجاح بيئة نجاح تعال مجلس الإدارة عارف أدواره السيد عارف أدواره الراجل عارف أدواره بيئة بقى البيئة بتبتدي من من عقودك مع اللعابتك بالعدالة في العقول بالضبط من عقول دي بيئة نجاح طب بيئة نجاح محتاج آية تاني الجهاز الفني محتاج إيه محتاج عدد يشتغل عايز كام واحد معك عايز فلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا يتوجد الفلان عايز Burada عندي انتقالات في يناير مثلا أو هو جيه بعد أول السنة انتقالات في وناير عايز فيه فلان وفيه أي رأيك عايز فلان وفلان وفلان دي خلق بيئة النجاح بتبقى بالترتيب وطبعا اللي اتضاف على بيئة النجاح بعتقد شركة الكورة شركة الكورة بما لها من موضوع السكاوتينج وده كان ناقص النادي الأهلي بشكل جميل احنا كنا بنعمله بس بشكل منول يعني كانت لجنة أنا وكابتن فاتح مبروك وبدر رجب تلقى تتفرجوا بدر مشكلنا سمك مع بعض في اسكندريا مش هنقول اسم المحل كان بدر المأواخد من الصغيرين لحد مثلا 15 سنة وقاعدين أنا والكابتن فاتحي كنا مشغالين على الجزء الكبير فكانت ماشية بشكل دلوقتي دخلت الموضوع الأناليسس والأرقام والتحليل كابتن صفت الله أرحمه وهو يعني قيمة كبيرة جدا كان بيروح راح غانا في البطولات المجمعة للمنتخبات كان بيجيب الحاجات كان بيساعدنا كتير جدا لأنه من أحسن الناس اللي كانت عينها كويسة في لعبته الكورة كانت صفت الله أرحمه فعايز أقولك كان كل ده بنشتغله لكن دلوقتي فيه حاجات أحدث فيه السكوتينج مع الأناليسس فيه أنك تروح وتشوف والعدد يكتر فالنالي الأهلي وفر حاجات دي كلها دي بتساعد الموديل الفني في تركيزه بيبقى شغله في الملعب مع رد فعل اللعيب